الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم لبس الإسلام أبراد السوادي يوم غال المرتضى سيف المراد ليلة ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد يا ليالين أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي ما رأى الغادر شهر الله فيه حجة الله على كل العباد من خوف المعادي وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعادي قتلوه وهو في محرابه قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزادي فبكاه الجن والإنس معاً وطيور الجو مع وحش البوادي وبكاه الملأ الأعلى دمان وغدا جبريل في الجو ينادي هدمت والله أركان الهدى هدمة يا آيات والله أركان الهدى حيث لا من منذر فينا وهادي سل بعينيه الدجا هل جفتا من بكا أو ذاقة طعم الرقادي وسل الأنجم هل شاهدنه من لمن خوف مذيب للجمادي لكن ما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد الله صلي على محمد وآل محمد الله صلي على محمد وآل محمد قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اتخاذ القائد والمثل الأعلى في حياة الناس حالة اجتماعية لا يخلو منها مجتمع كل إنسان العادة أنه يكون لديه قائد ومثل أعلى يترسم خطواته ويسير كما يسير ذلك القائد أفاضل الناس يبحثون عن الأفضل من بين القيادات وأولئك الأراذل أيضا يبحثون عن مثل بالنسبة لهم أصل قضية اتباع القائد ووجود الإمام بالمعنى اللغوي للإنسان هذا أمر اجتماعي لا يختص به مجتمع المسلمين وإنما يعم في كل المجتمعات المحظوظ من الناس من يتخذ له قائدا يهديه سبل السلام ويرشده إلى الطريق المستقيم ويكون ذلك القائد هو الأعلى في تطبيق ما يدعو إليه ونحن نحمد الله عز وجل أن وفقنا لانتخاب منهج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي هو منهج رسول الله والتطبيق الأفضل لمبادئه أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن هدانا إلى هذا الطريق الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وعلينا وعلينا مسؤولية الثبات والاستقامة وأن نجعل أبناءنا وبناتنا ونسلنا على هذا الخط المستقيم فإنه لا يخرج الإنسان عن هدى ولا يرده في ردا بل هو الهدى ومحض الحق ولهذا فإننا نقف على باب أمير المؤمنين وعلى سيرة حياته لكي نستجلي من هذه السيرة أفضل ما يمكن من البرامج الفردية والاجتماعية والسياسية لا سيما في هذه الأيام التي يتحرك فيها العالم الإسلامي عموما والعالم العربي على وجه الخصوص للتفتيش عن طرق لإصلاح هذه المجتمعات المكبلة بقيود التخلف والفساد والاستبداد ذلك الذي أعاقها عن أن تلحق بسائر الأمم في تقدمها وذاك الذي جعلها على غناها فقيرة وجعلها على عزتها بمقتضى إيمانها ذليلة في الواقع يتحرك الناس لعدم رضاهم عن أوضاعهم عن حالاتهم نحن لن نسل كما سلك غيرنا من كلمات لا تساوي الحبر الذي تكتب به عندما يصفون تحرك الشعوب والمجتمعات بأنها ناتجة عن إملاءات خارجية وعن خطط أجنبية فإن هذا الكلام لا يستحق أن يرد عليه أصلاً لأن فيه مجانبة للواقع بمراحل دعاً كحديثة الإملاءات الخارجية هل أن أوضاع المسلمين أوضاع الشعوب الإسلامية هي جيدة هل أن حياتهم المادية حياة سعيدة هل أن حريتهم مكفولة ومضمونة هل يوجد إنصاف في بلاد المسلمين هل توجد تنمية في بلاد المسلمين ربما يقول بعضهم أن الأمر لا يختص بفئة دون أخرى فكما يوجد في المنطقة الفلانية فقر ويوجد قلة خدمات في سائر المناطق أيضاً هذا الكلام أسوأ من السابق فإذا كان الظلم عاماً على الجميع هل يبرر هذا مثل هذا العمل إذا كان التخلف في كل مكان ينبغي أن يقول نعمة ما تصنعون إذا كان الحرمان في كل مكان موجوداً فأين الأموال وأين الثروات وأين الإدارة وأين التنمية وماذا كانت هذه الجهات والفئات تعمل إن كان في منطقة دون أخرى فلماذا؟ وإن كان في الجميع ألا يدل هذا على فشل إلى النخاع مع كثرة الأموال في بلاد المسلمين بحيث تصل إلى ثروات بعض الأشخاص إلى المليارات فضلاً عن الثروات العامة فمثل هذا الكلام لا ينبغي أن يلتفت إليه حتى ثم الذين هم في الخارج لديهم إملاءات وغير ذلك لكنهم يستفيدون من نقاط الضعف يستفيدون من نقاط التمييز يستفيدون من نقاط قلة الإنصاف وعلى هذا المعدل إذا رفع السبب لم يستطع أحد أن يستفيد منه هنا وهناك لكننا نحن نريد أن نسلك طريقاً آخر وهو أن نحاول أن نترسم الطريق الذي سلكه أمير المؤمنين عليه السلام في عملية الإصلاح التي سعى لها عندما جاءت إليه الخلافة وقد ورث تريكة صعبة وثقيلة بعد مرور ثلاثين سنة على وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ اتجاه الزاوية خلال هذه المدة مداً بعيداً في الإبتعاد عما سنه رسول الله من سياسة ومن قيم ومن أفكار فورث الإمام عليه السلام تريكة ثقيلة كان الوضع يحتاج إلى خطة عاجلة للإصلاح فماذا صنع أمير المؤمنين عليه السلام أمتنا الإسلامية اليوم تحتاج إلى وصفة علاجية عاجلة لإصلاح أوضاعها هل نستطيع أن نأخذ من أمير المؤمنين علي عليه السلام بعض ملامح هذه الخطة الإصلاحية العلاجية هناك عدة جهات أشير إليها وأعلم أن حديثاً واحداً لن يكون كافياً في هذا الإطار ولكن بمقدار ما يتسع الوقت وهو قليل سوف نتحدث عن بعض هذه الجوانب الجانب الأول أو الخطوة الأولى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يشأ أن يأتي إلا ضمن من اختيار شعبي من الناس بالرغم من أننا نعتقد أن إمامة أمير المؤمنين عليه السلام قضية إلهية ونصب نبوي وهو قبل هذه المدة بعشرات السنين بل منذ أن بلغ في يوم الدار قال له رسول الله أنت أخي وخليفتي ووصي من بعدي وتوج ذلك بيوم الغدير حيث نصبه ذلك النصب العام على رؤوس الأشهاد إمامة علي عليه السلام الإلهية التي نصب فيها من قبل الله وأكد ذلك النصب رسول الله صلى الله عليه وآله لم تحدث في سنة خمس وثلاثين هجرية وإنما كانت من بداية دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله بل في عالم في العالم الأعلى كانت قبل هذه الأمور وقبل الوجود لكن إمامته بمعنى خلافته الظاهرية هذه ترتبط بإرادة الناس ولذلك عندما لم تتوفر الظروف للإمام بعد وفاة رسول الله مباشرة لم يصبح خليفة المجتمع لم يأتي إلى علي بن أبي طالب لأسباب مختلفة فلم يصبح خليفة مع أنه إمام في ذلك الوقت عندما انقضت أيام الخليفة الثالث جاء الناس إلى أمير المؤمنين في عملية انتخاب شعبي وجماهيري لم يشهد له تاريخ المسلمين نظيرا أبدا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لم توجد لا في زمان الخلفاء ولا في زمان بني أمية ولا زمان بني العباس ولا زمان الأتراك ولا زمان غيرهم لم توجد حكومة منتخبة انتخابا شعبيا عاما إلا حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الخليفة الأول وهذا أمر مثبت عند غيرنا عقدت له البيع بشخصين عمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح ولهذا ذهب بعض علماء مدرسة الخلفاء في كتبهم الكلامية حول انعقاد الخلافة يقولون أنها تنعقد بشخصين إذا بايع شخصان رجلا من المسلمين أصبح خليفة ما الدليل على ذلك يقولون ما حدث فيه السقيفة بايع عمر وأبو عبيدة أبا بكر فأصبح خليفة إذن حكومة منتخبة من شخصين خلافة الخليفة الثاني هي بوصية من الخليفة الأول يعني بتعيين من شخص واحد ذلك الأمر الذي قال بعضهم أن النبي مات ولم يوصي لم يقبل أن يصنعه الخليفة الثاني كيف يموت ولا يوصي ويخلف الأمة هكذا فأوصى إلى الخليفة عمر فإذن هناك شخص واحد نصب الخليفة وأما الخليفة الثالث فتم نصبه بالركلات الترجيحية تماما مثل ما هي في هذه الأيام المباريات يتعادل فريقان وصار إلى ركلات ترجيحية أي الطرفين يأتي بأهداف أكثر هو الذي يكون الفائز الأمة ولي عليها خليفة وربط مصيرها بما يشبه الركلات الترجيحية قالوا علي بن أبي طالب له رأيان والطرف الآخر عثمان له رأيان باقي إذن ترجيح من يرجح عبد الرحمن ابن عوف عرض كلاما على علي رفضه فعين عثمان خليفة يعني تعيين خلافة بما يشبه الركلات الترجيحية شخص واحد فقط طيب هذا ضمن هذا الإطار أمير المؤمنين عليه السلام تأخرت بيعته ثلاثة أيام ولم يقبل أن يبايع من اليوم الأول ولا من جماعته الخاصين كانوا يأتون إليه يوميا ويجلسون عنده هو قابض يده وهم يفتحونها هكذا وهو يضمها وهم يفتحونها وهكذا كان المشهد يتكرر من الضغط العام الشعبي عليه مدة ثلاثة أيام حتى قال مجتمعين حولك ربيضة الغنم تصرخون البيعة البيعة حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي من كثرة الإزدحام والتضاغط على أمير المؤمنين عليه السلام فأول خطوة أمير المؤمنين عليه السلام جعلها بداية الإصلاح أنه أراد أن يأتي من خلال تفويض الناس لا لأن إمامته مربوطة بهذا الأمر إمامته ثابتة قبل كل هذه الأحداث ولكن لكي يستطيع أن يتحرك في المجتمع لكي يلزم الناس إلزامات لا بد أن يبايعه هؤلاء الناس يقبلون به يختارونه يأتون إليه أما أن يجي واحد وينصب نفسه على الناس على رغم إرادتهم لا يملك هذا الشرعية المطلوبة لذلك كان يقول ليس أمري وأمر هؤلاء واحد لم تكن بيعتكم إيايا فلتة وليس أمري وأمركم واحد فهذه أول خطوة صنعها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالرغم من أن إمامته لا ترتبط برضى الناس ولا باختيارهم ولكن خلافته وتصرفه الخارجي أراد أن يأتي من خلال انتخاب الناس واختيارهم وهذا لو أردت مثال بسيط إلى مثل إمام جماعة إمام الجماعة لا تتحقق إمامته للجماعة إلا بوجود مصلين خلفه وإلا إذا واحد يجي وقف في المحراب ما أحد يجي صلى وراء ما يصير إمام الجماعة خلي إن شاء الله يصير مرجع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أراد هذه الطريقة حتى يلزم الناس بها وحتى تكون خلافته خلافة عامة هذا أول نقطة وخطوة بدأ بها الإمام عليه السلام لا توجد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في تاريخ المسلمين حكومة وخلافة وإمامة ظاهرية أقبل عليها كما يقول الإمام وأمير المؤمنين أقبل إليها الكبير وهش إليها الصغير حالة اجتماعية عامة كانت مستبشرة بانتخاب أمير المؤمنين عليه السلام هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية بدأ بمحاربة الفساد من الرأس وعزل الولاة الفاسدين الآن في بلاد المسلمين وجود هذه الثروات الهائلة والضخم لا ينفع ما دام هناك فساد مؤسس بحيث أنا أحميك وأنت تحميني أنا الفساد أحميك وأنت تحميني أنا أغطي عليك وأنت تغطي علي أنا أكتم الملفك وأنت تكتم ملفي وعلى هذا المعدل إذا رأيت في بلد هذا التأسيس للفساد فلو كانت ميزانيته أضعاف ثروة قارون سوف يبقى فقيراً سوف تبقى التنمية فيه فاشلة سوف تبقى حاجة الناس فيه دائماً سوف يبقى الفقر فيه مخيماً لماذا؟ لأن هذه الأموال لا تذهب في مصارفها الطبيعية وإنما تذهب في جيب من يزداد تخمة وتحجب عن من يحتاج إليها إذا شفت في مكان صارت مؤسسات وهيئات ولجان وما أدري كذا لمواجهة الفساد ومحاربة الفساد لكن أقصى ما صنعته راحة تدور الفراشين تقبض عليهم فراش هذا لازم نقبض عليه لأنه فاسد باقي إله كيلوين شاي طيب وعلى هذا المعدل ويضحى به وذاك الكاتب البسيط فد مئة ريال مئتين ريال أو مئة دينار أو مئة دولار أخذ هذا لازم واحد يقبض عليه هذه مهزلة تصير ذاك الوقت إذا أريد محاربة الفساد لابد أن يبدأ كما قال علي عليه السلام يا أهل البصرة لقد دخلت بلدتكم هذه بشملتي هذه ودابتي هذه فإن خرجت منكم بغيرها فأنا سارق إذا أطلع بغيرهم أنا سارق فيبدأ من نفسه مو يبدأ من الفراش ومن الحمال ومن ما أدري اللي راتبها أبو ألف ريال وإنما يبدأ بالمراتب العليا للإصلاح لا لتعمد أن هؤلاء يعاقبون ولكن الفساد عند الفراش أقصى ما رح يصنع يخسر الميزانية مئتين ريال بينما الفساد إذا كان على المستويات العليا الكلام هو عن المليارات وعن الشبكات أيضا شبكة فساد تصير مو شخص واحد أمير المؤمنين عليه السلام بدأ بهذه المرحلة راح على الولاة الكبار عزل الولاة الفاسدين تحدثنا في ليلة مضت كيف أنه بالرغم من اقتراح بعض أصحابه الخلص عليه أنه تعال خلي معاوية يبقى وخلي المغيرة ابن شعبة يستقر وخلي فلان في مكانه وخلي فلتان في مكانه وأنا إذن تثبت لك الأمور بعد مدة من الزمان غير وبدل الإمام عليه السلام ذاك الوقت لسان حالة إذا أخلي واحد من هؤلاء يوم إضافي أنا مسؤول عن استدامة الفساد والسرقة والظلم اللي مارس هذا الإنسان يرسل إلى واحد المنذر ابن الجارود العبدي وكان واليا له على أذربايجان فيقول لأما بعد فقد بلغني خيانة منك لأموال المسلمين وأنك تقسم مراكز رماحهم ومضارب سيوفهم في من اعتامك من الأعراب هذول اللي المسلمون الباقون راحوا قاتلوا حاربوا حصلوا خراج يجوك مجموعة من الأعراب ربعك وأصحابك من البداة وأنت تقسم هالأموال فيهم أما والله لئن بلغني لئن كان ما بلغني حقا فلأشدن عليك شدة تدعك عبرة لمن خلفك ووالله لو أن الحسن والحسين وهما ابناء رسول الله أتيا مثل الذي أتيت ما كان لهما عندي هوادة ولا ظفر مني بإرادة له الحسن والحسين وهما أبناء رسول الله لو سووا مثل اللي أنت سويت ما كنت إلا أن أعاقبهم معاقبة شديدة ولا أتهاوى معهم بدأ من داخل العائلة من داخل عائلته سلام الله عليه سمع أن أم كلثوم استعارت من بيت المال قلادة ذهب تتزين بها ليلة وقد أخذت تلك العارية من خازن بيت المال لعله كان عبد الله بن مسعود فراح استحضر هذا الخازن قال أنت بأي حق تجي تعطي بنتي قلادة ذهب من بيت مال المسلمين كأن اللي وصل خبر إلى الإمام أن بنتك لابس قلادة ذهب من بيت المال فاستدعاه قال أنت بأي حق من سمح لك بأي مبرر شرعي قال يا أمير المؤمنين امرأة من المسلمين مو لأنها بنتك استعارت مني شيئا من بيت المال عارية مضمونة ولو أراد غيرها ذلك لا أعطيتها عارية مضمونة يعني تأخذها مثل الأمانة تستخدمها استخدام معقول فلو صار فيها خلل أو إشكال أو ما شابه ذلك لازم تدفع إما مثلها وإما قيمتها وإن كان هي عارية الذهب على كل حال مضمونا قال له لو لم يكن الأمر كذلك لولا أنها عارية معطا ولولا أنها مضمونة أيضا ولولا أنه إنت ما عندك محابات وكنت تعطي حتى لغيرها من المسلمات ذاك الوقت لأوجي عنك ضربا أعاقبك ولو هذه بنتي لكن بنتي وغيرها سواه وقضية عقيل أنتم تعرفونها لا حاجة إلى ذكرها ولقد رأيت عقيلا وقد أملق ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان كأنما سودت وجوههم بالعظلم وعاودني مؤكدا وردد علي القول مرددا فأحميت له حديدة حديدة حتى إذا أدنيتها من بدنه ضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها فقلت له ثكلت كالثواكل يا عقيل أتضج من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه أتضج من الأذى ولا أتئن من الأذى ولا أضج من لضى أنت محتاج صحيح ولكن هذا لا يبرر لك أن أنا ما دام أخوك أعطيك ما تطلب وما تحب حالك حال الناس إذا خرج عطائي أنا أعطيك إياه وهذا يبين إلنا نقطة أخرى أيضا أنه في عهد أمير المؤمنين وهذا من أسس الإصلاح من يقدر الحاكم والرئيس أن يخلي إله شيك مفتوح بلا حدود أكو راتب معين أكو عطاء معين إلى هذا الحاكم إلى أمير المؤمنين هل سأفرض أنه أكثر من غيره أو قد غيره لكن إلى حد معين لا أنه هو يملك البلاد وما عليها ومن عليها يقول له لذلك أنا أعطيك عطائي إذا خرج فأقيل قال له وما قدر ما يقع عطائك في حاجتي عطائك هو عجر دراهم عشرين دراهم خمسين دراهم شنو هذا يسوي إلي يعني لأن عقيل كان مكثرا من الأولاد وفي زمان أمير المؤمنين كان كفيف البصر فغير قادر على العمل وعلى الكسب طيب فهذا الأمر الآخر أيضا إجي قلع جذور الفساد وخاطب كبار رؤوس الفساد وضرب على يدهم أي واحد سمع أنه فد مشكلة عنده وهو من الولاد خلص هذا مثل خلية سرطانية شيله لتشيله من هنا وتحطه هناك شيله من مكان ثاني وتحطه فكأنما مثل هاي أحجار الشطران جتشيله من هالمربع تخلي ذاك المربع من ذاك المربع هذا فاسد هذا سارق هذا غير مؤهل بعد اللي إذا صارت خفيفة في مكان تصير في كل مكان اللي صارت عنده شبكة فساد في مكان يخلق شبكات فساد في أماكن أخرى هذا أمر آخر قام به أمير المؤمنين عليه السلام الأمر الثالث أرسى نظاما جديدا في العدالة الاجتماعية بين أبناء المسلمين لما ترجع إلى التاريخ بدءا من زمان الخليفة الثاني الخليفة الثاني قنن بعض القوانين غير الصحيحة في اعتقادنا لا على مستوى الأحكام الشرعية ولا على مستوى الإدارة الاجتماعية مثل التمييز في العطاء تمييز في العطاء مثل ما الآن أكو ميزانيات ميزانية لكل دولة والدولة مفروض أن تصرفها في حاجات الناس حاجات الناس بعد المفروض ما يصير تمييز حاجات الناس حاجات صحية حاجات تعليمية حاجات ما أدري اجتماعية ترفيهية بنية تحتية مواصلات غير ذلك إذا شفت في مكان أن هالمكان هذا كل شيء فيه متكامل بينما مكان آخر ما في حتى ثلاثين في المئة مما هو في المكان الأول هذا معناه تمييز طيب ولا يبرر كما ذكرنا في البداية أنه مو بس هالمنطقة هالشكل أكو مناطق أخرى موالية أنه أكو مناطق أخرى أيضا محرومة ليش تصير مناطق أخرى محرومة لماذا؟ الميزانيات ما تكفي تكفي المفروض لماذا تكفي أن منطقة أو قبيلة أو فئة تتمتع بأفضل الأشياء وأعلى الأشياء ومنطقة أخرى أو قبيلة أو فئة لا تتمتع إلا بعشرين في المئة هنا يتبين التأسيس غير الصحيح لبعض القوانين جاء الخليفة الثاني وقال ما يصير أنا أسوي بين الناس في العطاء واحد إيراني عجمي أعطيه مثل واحد عربي قرشي ما يصير هذا واحد من بني هاشم إله نفس المقدار لأعطي إلى واحد من دهماء الناس زوجة رسول الله أعطيها مثل ما أعطي أم فلا لا ليس كذلك فإذن لازم نقسم الناس إلى مراتب حسب الشرف حسب الفضيلة هذا أفضل من ذاك العربي خير من العجمي القرشي خير من من هو من سائر القبائل من شهد بدرا أفضل من من لم يشهد بدرا بنو هاشم أفضل من سائر قريش زوجات رسول الله أفضل من كل النساء وعلى هذا المعدل من وين هذا جاء لم نجد له أصلا في كتاب الله عز وجل إِنَّا إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ هذا اللي وجدناه في القرآن الكريم وتأسس هذا كنظام يعني صارت إلى دواوين ودفاتر وحسابات وأمور طيب وصار الإنسان بحسب النسب يحصل فلوس أزيد إذا أنت من العائلة الفلانية ما يصير يحصل غيرك مثلك فجاء أمير المؤمنين عليه السلام وقال هذا كله عليه خط البطلان ماكو هذا الحجي فأعاد المسألة إلى ما كانت على زمان رسول الله من أنه كان يسوي في العطاء بين الناس ولا يعتبر الأنساب مفضلة لأحد على أحد ولا المشاركة في الحروب مفضلة لأحد هذا عند الله سبحانه وتعالى الله يدري هذا أحسن لو ذاك أحسن وهذا ثوابه أكثر لو ذاك ثوابه أكثر حتى جاءت إليه إمرأة ومعها مولات مرأة غير عربية وهناك إمرأة قرشية فأعطى هذه عشر دراهم وتلك عشر دراهم فقالت له المرأة القرشية يا أمير المؤمنين إنها مولات يعني أجنبية إنها غير عربية فأخذ أمير المؤمنين قبضة من التراب وفته في يده وقال كلكم لآدم وآدم من تراب والله ما وجدنا لبني إسماعيل فضلا على بني إسحاق ولا لبني إسحاق فضلا على بني إسماعيل ليش لازم أعطيش عشرة وأعطيها خمسة وهذا اللي خلق اسم من الناس يشوفون أن هالعدالة هذه متت ناسبوا إياهم أبداً كانوا مكومين أموال وثروات ومسترزقين بهالشكل فجاء علي وقطع كل ذلك هذا أمر آخر والحديث فيه يطول وآخر الأمور التي نتحدث عنها هنا أنه أطلق الحريات العامة للناس في المعتقد وفي التفكير وفي التعبير كان في الكوفة خط لبني أمية خط معادي لأمير المؤمنين عليه السلام كان هناك خط في الكوفة مخالف لتوجهات أمير المؤمنين بالصراحة يمثله أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري لما أراد أمير المؤمنين عليه السلام أن يخرج إلى صفين وهو أي أبو موسى كان واليا على الكوفة بعده كان والي كان يخذل الناس عن علي بن أبي طالب عليه السلام يقول لأني أروي عن رسول الله ستكون من بعدي فتن القاعد فيها خير من القائم والنائم فيها خير من القاعد وهذه فتنة والأحسن واحد يروح ينام في بيته ومشي لنا بهالمشاكل هذه وهالأمور طيب فكان أمثال هؤلاء موجودون كان أمثال هؤلاء موجودين في الكوفة وكانوا يتكلمون عن أفكارهم وكثير منها مخالفة لأمير المؤمنين خط بني أمية كان موجود في الكوفة الخوارج كانوا موجودين في الكوفة ومع ذلك لم يشن أمير المؤمنين حملة اعتقالات أو مداهمات أو مصادرات أو غير ذلك بل إلى درج أنه بعضهم كان يتهدد أمير المؤمنين عليه السلام مفقط ابن ملجم واحد يقال له أبو العيزار الطائي كان هذا رجل شرس فكان يكفر الإمام عليه السلام أولاً ويقول إذا ألقاه رح أجهز عليه عدي بن حاتم الطائي من خلص أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام سمع عنه فجاء إلى أمير المؤمنين وقال له هذا واحد من عندنا من قبيل الطي رجل شرس فاتك هنخشى عليك من أولاً هو قاعد يكفر الآن ثم يتهددك قال له زين فشنوا فما قال يا أمير المؤمنين أقول لك يهددك بالقدس أقول لي ما رح نعتقله رح نسجنه قال له لما ليش يعني نسجنه ليش نعتقله كيف نأخذه ولم يرتكب جريمة يتكلم هالشكل يسب يلعن يقول هذا كافر يقول هذا كذا خوف خلي يقول هذا الكلام أو تلك المرأة التي قالت في حقه قاتله الله كافراً ما أفقها فهموا بها قال لهم إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب إما قالت كافر أنت الكافر هذا إذا نريد إنجازي وحدة بوحدة أو عفو عن ذنب وهو الذي كان يختاره أمير المؤمنين عليه السلام فأطلق الحريات لم يضيق على الناس أمورهم وقضاياهم نعم إذا كان جر الأمر كما حصل فيما بعد للخوارج أن اعترضوا الناس بالعنف والسيف والسلاح ذاك الوقت وقف أمامهم وإلا قال للخوارج لكم علينا حق خاطب الخوارج وهم في الكوفة ألا نمنعكم مساجد الله شوف في بعض الأماكن في بعض بلاد المسلمين ماكو خوارج ومع ذلك ما تقدر طائفة تصلي فيه مسجد طائفة أخرى يسولها مشاكل ذول خوارج يعني مشروع ثورة مسلحة على الإمام مع ذلك يقول لهم نحن لا نمنعكم مساجد الله عز وجل ولا نحجب عنكم فيئكم أنت جزء من المسلمين إذا ما ليصل إلى بيت ما للمسلمين أنت أيضا يصلكم حقكم ما لم تشهروا سيفا إذا شهرت السيف أعلنت الحرب على المجتمع ذاك الوقت أسقطتم حقوقكم هذا اللي يخلي أمير المؤمنين في هالخمس سنوات اللي كان نجم يتألق ومثل أعلى لمن يريد أن يقتدي ويهتدي إلى برنامج وخطة علاجية للإصلاح في بلاد المسلمين حتى في أيامنا هذه فسلام الله على أبي الحسن سلام الله على أمير المؤمنين هذا الذي هو تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وتبلور لتلك التربية تجسد لكل توجيهات النبي في صورة علي سلام الله عليه وها هو في مثل هذا اليوم على فراش المرض يتقلب يمنة ويتسرة اليوم الفجر أمير ذلك اللعين جاء وأمير المؤمنين قائم من السجدة فأهوى بسيفه على رأس الإمام عليه السلام بن قوسيم قبل أن ندخل في المصيبة وكذا هناك كلام أنه كيف كان الحسن والحسين نائمين حين الحدث أنا ما عثرت على مصدر يقول كان نائمين ولعل هذا يأتي على ألسنة بعض الخطباء أو كذا الإمام عليه السلام فيما أعتقد كان اغتياله في النافلة لا في صلاة الجماعة وبكر في الذهاب بقية المسلمين ومنهم الحسنان عليهم السلام جاء فيما بعد يعني ليس من الضروري أن يسبق الإمام عليه السلام إلى المسجد بيوتهم مستقلة وحياتهم مستقلة وكانوا يذهبون غاية الأمر أن الإمام كان يذهب على رسله إلى المسجد وهم أيضا كانوا يذهبون إلى المسجد ما ينقل على الألسنة من أنهما كان نائمين أو أن الحسن كان نائما ألا لم أعثر على مصدر معتبر يؤكد هذا المعنى وإن ورد على ألسنة بعض الخطباء لكن هذا لا دليل عليه الذي نعتقده هو ما ذكرناه في الليلة الماضية فصار هذا الحدث اليوم صباحا عندما جاء اللعين بن ملجم وضرب الإمام عليه السلام على رأسه في أثناء نافلته واستغل هذه الفرصة من فراغ المسجد تقريبا من الناس وانشغال علي بالصلاة صلوات الله وسلامه عليه فضربه تلك الضربة بذلك السيف اللي هو ابن ملجم لعنة الله عليه يقول لقد شريته بألف وسممته بألف فإن خذلني فأبعده الله يعني سيف محدود بقوة وأيضا مسموم بهذا المقدار لذلك لما ضرب إمامنا سلام الله عليه جرى حهامته وسرى سم السيف إلى داخل بدنه الشريف أيوا إماماه وسيداه ومظلوماه خلنا نروح كلنا بقلوبنا إلى الكوفة ونتحلق على باب أمير المؤمنين وإن شاء الله نحن دائما على باب أمير المؤمنين ومع أمير المؤمنين وقلوبنا قبل أصواتنا تنادي وعلياه ومصيبته وإماماه هرع الناس من كل ناحية ومكان لما عرفوا عن أن الإمام أصيب في محراب صلاته وكل منهم يريد أن يطمئن على وضع الإمام سلام الله عليه داخل البيت النساء الأولاد الزوجات جميعا كلهم يحيطون بالإمام سلام الله عليه الذي رقد على فراش المرض وقد اصفر لون وجهه بأبي وأم يقول بعض أرباب الخبر عندها نودي طبيب نصراني كان من أعلم المتطببين في الكوفة جاء إلى الإمام وهو أعلم الناس بالجراحات طلب إرقشات واستخرج ونفخ فيه بعد أن وضعه على موضع جرح الإمام فباين بياض دماغ الإمام على ذلك العير التفت هذا الطبيب الكل ينتظر الآن زينب أم كلثوم الحسن الحسين ينتظرون كلمة طمنهم أن أمير المؤمنين باقي على قيد الحياة وإذا به ينظر إلى أمير المؤمنين وينادي يا أمير المؤمنين اعهد عهديك فقد وصلت ضربة اللعين إلى أم الدماغ أيواء ما ما هو سيد بدأ حوار بين أبناء الإمام سلام الله عليه وبناته لا سيما عندما رأوا جبين الإمام يتفصد عرقا قال الحسن للإمام علي يا أبا ما لي أرى جبينك يتفصد عرقا إن شاء الله بشارة خير هذه الحرارة تخف عنك وتقوم بإذن الله قال يا بني إن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وسكن أنينه إذن يا حسن أنا راحل عنكم استمع إلى وصاياي بدأ يوصيهم بوصاياه المعروف والمعهود جاءت زينب إلى الحسين تسأله عن حال أبيها تقل يا حسين يا حسين أنا نشدك عن ولينا يا أخوي لا تخفي علينا أشوالدي بطل ونين وشوف عرق يسفح جبين جنحالتها اليوم زين كأنها كانت متفائلة بأن الإمام يقوم من علته وإذا بالحسين قلها يا زينب يا زينب يا حزين خبرج خبر لا تظهرين ترى والدي والدي روح من دين والسياف السياف شق غرة جبين أوصل إمام بوصايا يقول بعض أرباب الخبر لما أنهى وصاياه العام نادى أين ولدي أبو الفاض أدناه إليه أين زينب جاءت إليه وضع يدها في يده يا أبا الفضل هذه هذه وديعتي عندك أمان أبو فاضل من أبيك أمير المؤمنين عليه السلام إن شاء الله حافظت عليها وما قصرت فيه وظلت بنات المرتضاء كلهم ينوحوا يقولون أبونا يا حسين متغير تحرك يا ويل المرتضاء وبطل ونين تحسر على أولاده وصدلهم بعيد وقالهم كلامي يا أولادي تسمعون لازم حسن وحسيه من بعد تطيع جني بشبل الحسين فوق الفرش نايم بسم شبدم قطع حول الهواش والكل ذابت مهجته والدمع ساجه والحسن يتقلب وأخوه حسين محزون وما المصيبة اللي تزلزلها الوطي مصيبة عزيز حسين وحسين مصيبة عزيز حسين برض الغاضري كني أشوف على الثرى طايح رمية يا زينب إنتي ما تحملتي جرح واحد تشوفي في راس والدك أمير المؤمنين اش راح تسوين إذا شفتي مئات الجروح في جسد أخيك الحسين جني أشوف على الثرى طايح رمي من حال الشبان بالغبرا يون أفي شهر الصيام فجعتمونا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين هناك مريض في حالة خطرة وشديدة ارفعوا أيديكم بالدعاء لشفائه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله اللهم اكشف السوء عنا والبلاء وادفع الضر عنا والضراء شف اللهم جميع المرضى لا سيما المنظور منهم اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أولياء شكرا للمشاهدة